أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو أن بنيمين نتنياهو بحث هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشأنين السوري والإيراني وجاء في البيان أن الاثنين تناقشا حول إيران والوضع في سوريا ولم يوضح البيان تفاصيل تلك المحاور التي ناقشها الجانبان وفي السياق ذاته يعتزم بوتين ما اطلع كانون الثاني يناير المقبل زيارة إسرائيل للمشاركة في افتتاح نصب تذكري لضحايا الحرب العالمية الثانية في مدينة القدس